عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا بنا نصلح بينهم رواه البخاري اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم معنا في برنامج والسلح خير في هذه السهرة أنتم معنا على المباشر وعلى مداري ساعة كاملة نصلح فيها ذات البين مع فضيلة الدكتور السعيد بوزري الرجل المصلح نقوم بعرض قضاياكم بالتمعون فيها ونعرض عليكم علاج هذه القضايا من خلال الآية الكريمة من ذكر الله العزيز الحكيم والسلح خير مرحبا بكم جميعا مرحبا بكل من يلتقطنا عبر الأقمار الإصطناعية نرحب أيضا بمن يتصل بنا من خلال هذا المباشر نرحب أيضا بالفريق التقني العامل معنا هذا المساء وبزميلة زينب التي تترجم هذا اللقاء إلى لغة الإشارة وباسمكم جميعا أرحبوا بفضيلة الدكتور السعيد بوزري الرجل المصلح والمختص في الشريعة وفي القانون السلام عليكم دكتور عليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله عدنا إلى البلاتو جديد دكتور من تصميم قناة القرآن الكريم ونتمنى أن ينال إعجاب الجميع دكتور إن شاء الله دكتور إذن في هذه الحلقة نتواصل معكم من خلال حلقة جديدة بالنسبة لهذا العنوان حكما وحكما إذن نعالج في هذه الحلقة التحكم العائلي في حالة وقوع نزاع داخل الأسرة من يتولى أمر التحكيم في حالة وقوع خلاف في الأسرة ما هو التحكيم في القرآن الكريم متى نلجأ إلى التحكيم هذه المحاور سنناقشها من خلال هذه السهرة وأيضا سنستقبل قضاياكم ونعرض قضايا تكون من خلال هذا الموضوع الذي اخترناه لكم في هذه السهرة التحكيم العائلي دكتور سعيد حكما وحكما هذا هو العنوان بالنسبة لهذه الحلقة في برنامجي والصلح خير عندما نتحدث دكتور سعيد عن الأسرة نتذكر دائما أنها اللبناء في تأسيس المجتمع وأي خلاف أو نزاع يحدث بين أفراد العائلة دكتور سعيد يجعلنا نفكر في الإصلاح بينهم أليس كذلك؟ من يتولى أمر التحكيم العائلي خاصة أننا في الحلقة الماضية ذكرنا وركزنا على نقطة مهمة جدا ألا وهي انصرف الناس عن الإصلاح وعدم تحمل هذه المسؤولية دكتور سعيد التحكيم مذكور في القرآن الكريم من يتولى أمر التحكيم حينما يقع نزاع أو خلاف في العائلة والأسرة؟ تفضل دكتور كل فضل نجات مرك الله فيك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله معاشا المشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله مرحبا يسمون الله أسلاما ورث ذويلتنون والصلح خير حكما وحكما هذا العنوان مستمد من الآية 35 من صورة النساء حيث يقول ربنا عز وجل وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا 35 من صورة النساء والآيات التالية والآيات 36 ربنا عز وجل يقول وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشِرُكُ بِهِ شَيْئَا هذا من بديع القرآن الكريم كيف ينتقل من موضوع إلى موضوع آخر نقل نوعية نعم تذكر وتبصر وترشد وتوقظ الضمائر وتنبه الغافلين الاهتمام بأمر الصلح والإصلاح هذه الآية تشير إلى جملة معاني المعنى الأول الإشارة إلى الشقاق إشارة الخفاف لا يمكن أن يكون هناك تحكم إلا إذا وقع هناك خلاف الآية أشارت إلى الخلاف الذي يقع أو الشقاق الذي يقع بين الزوجين فإذا وقع هذا الخلاف ولو في بداياته ربنا يرشدنا إلى التحكيم العائلي فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها هنا في أمر دكتور أمر يدعوه إلى حضور العائلتين العائلتان حاضرتان في الخطبة حاضرتان في الفاتحة حاضرتان في العرس لماذا تغيب العائلتان عند وقع النزاع؟ هذه ظاهرة مراضية عفوا يرحمك الله الله صلى الله عليه وسلم هناك عائلات استقالت استقالت مع سبق الإصرار تعمدت يعني دكتور؟ عند وقوع النزاع حاضرت في جميع المواقع في جميع الظروف الخيرا ولكن عند وقوع النزاع غابت تغيب العائلتان أو تغيب إحداهما يغيب الحكمان أو يتغيب أحدهما ولا يتحقق التحكم العائلي بغياب أحدهما أو بغياب كليهما ربنا يرشدنا فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا الحكمان والزوجان نعم وهذا المعنى أشمل ربنا قال يوفق الله بينهما ربنا قال حكما ولم يقل حاكما نعم حكما هذه صفة ثناء ومدح المراد أن الحكم يقضي بالحق دائما أما الحاكم قد يقضي بالحق وقد يقضي بغيره نعم لذلك اختار الله عز وجل هذا اللفظ هذا الوصف هل فيه إشارة إلى العدل للدكتور نعم قال فبعثوا حكما لم يقل الله عز وجل فبعثوا حاكما لأن الحاكم قد يعدل وقد يظلم قد يحكم بالحق وقد يحكم بغيره أما الحكم صفة مدح وثناء ذكرها الله جل جلاله لأن الحكم صاحب الحكم يقضي بالحق دائما ولو كان الحق عند الطرف الآخر قد يكون الحق في جهة المرأة نعم فيقضي ذلك الحكم الذي هو في جهة الرجل يحكم لصالح المرأة لصالح المرأة لأن هدفه يحقق الحق إن يريد إصلاحا يوفيق الله بينهما الحكم يحتاج إلى شروط من هذه الشروط الحكمة الزوجان يختاران الرجلين الحكيمين الحكيمين إذا غابت الحكمة لن يتحقق هناك صلح نعم بمعنى الاختيار لن يكون عشوالي الاختيار الأنسب نعم صفة الحكمة مطلوبة صفة العقل مطلوبة صفة الرشد مطلوبة شرط المحافظة على الأسرار مطلوبة لأن هؤلاء سيستمعون إلى أسرار عائلية لابد أن يتمتع الحكمان بهذه الصفة الجميلة وهي المحافظة على الأسرار الزوجية وإذا كانت التجربة حاضرة ساعة التجربة فذلك أمر جميل لأن التجربة تسهم في تحقيق الحق وفي تحقيق الإصلاح بين الزوجين إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما التحكم العائلي أشرت إليه جملة من القوانين التي استمدت أحكامها من الشريعة الإسلامية منها في القانون الجزائري نقرأ المادة ستة وخمسين إذا اشتد الخصام بين الزوجين القاضي يعين حكمين والحكمان لهما مدة شهرين من أجل رفع التقرير إلى القاضي وطبعا هذه المادة لم تفعل كثيرا في المحاكم الجزائرية وكذلك هناك قوانين أخرى نصت على التحكم العائلي بنسبة لتونس المادة أو الفصل رقم 25 وفي مدونة الأحوال الشخصية المغربية في المادة 82 ومدونة وكذلك قانون الأحوال الشخصية الليبي قانون الأحوال الشخصية الموريطاني في المادة 102 يعني جميع القوانين تقريبا التي استمدت أحكمها من الشريعة الإسلامية أشارت إلى موضوع التحكم العائلي عند وقوع الشقق بارك لوفيك دكتور شكراً لهذه المقدمة التي تتعلق بعنوان هذه الحلقة حكماً وحكماً إذن من خلال هذه الحلقة سنعرض بعض القضايا التي تتعلق مباشرة بموضوع هذه السهرة ولا بأس أن نشاهد ركن هذه قضية ثم نعود إليكم إلى الاستوديو قضيتي في برنامج والسلح خير هو ركن نعرض فيه قضايا الناس خلافات نزاعات وخصومات ونستقبل أيضاً قضايا الناس من خلال هذا المباشر لا بأس أن نعود إلى فضيلة الدكتور سعيد بوزري دكتور هل يمكن ترجمة هذه المقدمة التي تتعلق بالتحكيم الهائلي باللغة الأمازيغية تفضل دكتور مريض روغفل مريض روغوري ورغز مطوث أو هاربي أو هاربي أكن في وشولين بورغز مطوث حضرانت ذي الخضوفق حضرانت الفاتحة حضرانت المغارة ذي الفرح أو هاربي حضرانت مدين الفوغوري ورغز مطوث ربي ذي لقي 35 من صورتي النساء إن مريض روغور إلا قد يسو نساء الحكمة ونساء العقل ذي المعقول أما سجاء بورغز أما سجاء نطوث باشا دافن ثيف راث يوغور يقلان يهيارس هاربي وقد يسعن العقل ذي المعقول وقد يسحرارا غرث الوفاء وقد يسخذ مران غيل وقد يتحزيبن وقد يسعن مرملي لن أذعيونا أرجاز تمطوث باش أذفرون ثالوف إيقلان إيارس نحن نحن أربي سبحانه يفغى ثفراث يفغى ثلوث باش ثوى شولتك يتسيذير ندقوهور مرد من العقل سيسنان تواشولين أدفن ثفراث أتسعي الشدة ودقوه ثلوث بارك الله فيك دكتور إذن نعود إلى المشاهد الكريم ونذكر بأرقام الهاتف التي تشاهدونها في أسفل الشاشة للتواصل معنا من خلال عرض قضاياكم مشكلاتكم خلافاتكم ونزاعاتكم في برنامج وصل حخير 021 39 43 43 021 37 42 87 شكرا حيات إذن هل فيه اتصال أو نمر إلى قضية كريم من البوليدة من أم ياسر من البوليدة سلام عليكم أم ياسر سلام عليكم أم ياسر سلام عليكم مرحبا بك أم ياسر سلام عليكم أم ياسر أنا سمع فيك سلام عليكم أم ياسر إذا كانت ربما المكالمة السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي أم ياسر. تفضلي. ما ليس نسمع. راني سنع فيك أم ياسر. تفضلي. تفضلي. أختي عندي 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 موضوع حبيت باشر عليكم. إذا ممكن نفسي. ممكن تفضلي أم ياسر نعم. أختي تعيشي عندي عندي أنا جدي. ماك الله يرحمه وتسأليه. خلا خمسينيات ميتماتها ترى. وبعد بنا في ميتين وخمسين قناع. بنا لتشوفي هكاية. وما لديك بكرة. ناتي قال لك حب دوك الوالد التاعي حب يقسم. حب يقسم. وبعد قال لهم العناتي وارحوا تدو حقكم. نعطيكم حقكم. نعم. وأنا جديها برضي رحمة وستحليها. خلا 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 شغل. الماتريات بكيبني الفوق. نعم. خلا خلا بريك وخلا خلا دراهم. هما قالوا. طيحنا ما شفنا. قالوا بني خلا دراهم وخلا بريك شفنا. نعم. وعنده بكر جدي. هزا باعتمو حدو بعثنا من الميمات. وهو كان الوالد التاعي حب عيد الخياتو. وعنده وزود خياتو. هو وطفل واحد. نعم. قال هم أرواحونا نقسمو. يا خاو خياتي وحود البشرة نقسم لولاتي تاني. باش نعطي زر حقهم. نعم. هم ما قالوا له خلا. احنا ندور كانوا يقولونو ما ندوش هنا حقنا. نعم. احنا يا يا أخويا عروش ابني دير وش هب بيت. احنا يا ما ندوش. هادو عماتك نعم. كانوا ديمين يلحو إليه بش يبني فوق لك. طيح اللي يخلا ديارة شوفي. واضح. هم. هم. هم بعد ذلك الولد سعيد. هم بعد ذلك خلالوا شوية متريان بش يبني فوق. طيح. هم بعد ذلك بنات فوق. بنات هادوك الفطاج الفوق. وخلي هادوك يجعوك في قسمه. قال هم أرواحو نعطيكم نص من هادوك التراب. اللي خلا. اللي خلا نصليكم ونصرية. وديار هادوك التحتاريين. نعطيكم هوا خلا ردج نعبر. نعطيكم زود وأنا ندي زوج. شحال عماتك أم ياسر؟ مو ما أتعفو على هادو القسمة. شحال عماتك أم ياسر؟ شحال عماتك الله يبارك؟ نحنا نازم ندوم هادو 15 فوقاني تاعك. طيب وعماتك شحال أم ياسر؟ أم ياسر؟ أم ياسر؟ أكيد سمعي فيها؟ مو ما أماتك زوج. زوج عماتك الله يبارك. طيب طيب طيب. هادوه الإشكال بالنسبة لهادو. بالنسبة لهادو القضية؟ يعني أفكت اللي أحبين نعرف أسكن الشرح يعطي لهم يدو من هادوك التراب. من هادوك التراب. ليخله جدك؟ ليتدو فيه. طيب واضح. واضح أم ياسر؟ علما أن الوالد كي كان بابه عايش كان شهر يتعوك يحبها للبابة. لجدك الله يرحمه نعم. طيب. فهمت. واضح أم ياسر. واضح المسألة. وضحتي كل الأمور. بنسبة لهذه القضية التي تتعلق بالقسمة. تابعي البرنامج. ستسمعي كيف يعالج فضيلة الدكتور. هذه المشكلة. شكرا أم ياسر. القضية دكتور الأولى. التي نمر إلى القضية الكريم من ميلا. والتي تتعلق بموضوع اليوم. يقول رفعت دعوة الطلاق في نوفمبر 2022. تدخل عم الزوجة للإصلاح بيننا. للأسف عرض والدي لقاء الصلح بدعوة ظلم الزوجة. يقول ندمت على أمر الطلاق. يعني كريم. هل أقبل الصلح بحضور عم الزوجة. رغم معارضة والدي. دكتور سعيد. نسبق في كريم. نسبق في كريم. نعم. بالموضوع. من المرء إلى أم ياسر. بالنسبة لهذه القسمة. نعم. الحضور. نعطي لك جملة من الحلول. الحل الأول لا حرج أن يحضر غير الأب. لأن القرآن لم يقل الأب أو الجد أو العم. قال فبعثوا حاكما من أهله وحاكما من أهلها. يعني زوجتك والمطلقتك أرسلت حاكما من أهلها. وهو عمها. طيب. أنت أبوك رافض بدعوة أن الزوجة يعني عرصت ظالمة. أولا نرد على يعني بكل أدب على والدك. نقول له ليس هناك حرج. القرآن لم يقل إذا كانت الزوجة ظالمة أو الزوج ظالم. لم يكن هناك التحكيم. لا. قال كل ما يكون نزاع يجب أن يكون التحكيم. إذن يحضر الأفضل يحضر الوالد ويبين فيها مكالمة. أستسمحك دكتور. فيها مكالمة أو قضية من ولاية تيلمسان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا معي من فضلك. محمد من تيلمسان. محمد مرحبا بك في برنامج وصلح بخير محمد. إذا كان عندك مشكلة نحن في الخدمة. تفضل. عندي واحدة سؤال. ما يخص التحاكم. التحاكم نعم. نعم. عندي واحدة تجربة. أنني وقعت في وحد الخلاف مع الزوجة الأولى. في سرقة تنويها. وهي طلبت الفراق. لكنني أصبت هذا الفراق في غير المنطقة. وفي الظلم تبير لي. أصبتها على مستوى المحكمة. وقلنات القاضي. قلنات القاضي. بتدخل أو بتعييم حكمان. حكمان من أهلي وحكمان من أهليها. والقاضي اقتلت من هذا الأمر. نعم. لكن الزوجة التاعي. هذا كل قيس. فرفضت هذا الإجراء. رفضت. لماذا؟ رفضت. رفضت. المهم رفضت هذا الإجراء هذا. مع أن القاضي قبل. والقاضي في الأخير اعتذر لي. وأن السفق لأن القاضي ما تمشيش في هذا. في تثبيت هذا الإجراء. أو في تثبيت هذا الشيء الذي قلته. نعم. إذن سؤالي من طرحك. نعم. على الأستاذ سعيد بوزري. لماذا القاضي لا ينفج هذا الإجراء الذي نقص عليه القرآن السعيد. نعم. واضح. واضح. شكرا. شكرا. محمد من تيلمسان. فيه اتصال. السلام عليكم. من العاصمة شكرا. نعم. العاصمة. أمينة. السلام عليكم. أميرا. 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 السلام عليكم أميرا. تفضلي أميرا. عندك مشكلة أميرا. أميرا. عندنا قضية خالة بابا. خالة الوالد تاعك. خالة الوالد. نعم. خالة الوالد. ما عندها داري. وما عندها داري. وما عندها رخاض قوة. نعم. وعندها ولا دعمها. وخيتها كامل ما تقبلها. حين يوم. عندها هي ملكتها. ما عرف نشكلة وردها. نوعية الملكة. هذا اللي عندها دار. ولا تراب ولا. عندها دهب. عندها دهب. وعندها أرض. وعندها دار. طيب. وش خالت الوارثة؟ ورثة. ولد العم. ولد خيتها. ولد خيتها. خلت أبناء الأخ. ولا لا. أبناء الأخ. ما عنداش خوها هي. ما عنداش خوتها. ما عنداش خوتها. ما عنداش خوتها. ما عنداش ولادها. عندها أعمومها. هكذا قلتي. عندها أولاد أعمومها. عندها أولاد العم. وعندها أولاد الأخوات. وأولاد خياتها. يعني أولاد الأخوات. إخوتاتها. عند أخواتتها وقالت أخواتها كامل ما تقبلها الأخوات كامل ما تقبلها خلوا دراري أميرة أخواتتها لماتوا لا يرحمهم عندهم عندهم منهم بابا وخوته واضح أميرة شكرا شكرا أميرة تابعوا البرنامج حتى تفهموا كل القضايا التي تعرضونها من خلال هذا المباشر. دكتور كريم من ميلا بالنسبة لي. طلق زوجته والوالد. الحل الأول أن يتدخل هذا الأب. يعني أبوك. هي جبت عمهانتة تدي بابك. ولو تكون الزوجة هي الظالمة يبرز هذا الظلم. ورهي عرسته. على قضي عليها نهائيا. ما عنده حق الخطأ. بل عنده حق الخطأ وحق الظلم. يبقى صلى الله عليه وسلم قال كل بني أدم خطأ وخير الخطأين توابون. إذا كان الأبن تاعك أصر على رفضه الحل الثاني يروح وحد آخر. يروح عمك. يروح أخوك الكبير. يروح جدك إذا كان موجود. لأن القرآن ما قلش الأبقى الحكم. هكذا. بل أكثر من ذلك. حتى إذا ما عندكو مش واحد في الأقارب انتعك ممكن تخير واحد انت من الناس. صديق. جار. إمام. يعني فرصة باش نبين هذه المسألة. نعم. أنت قلت أنا ندمان وهذه حجة نستثمرها. نعم. نترك ندمان. وفي النهاية أنت ساحب القرار. الآن قل كونك إشكال آخر. لازم تشوف اللي يهضر مع بابك. كاش إيمام كاش مصلح. يقول يا فولان خف ربي. ولدك رهن دم. رهن دم. وش رأي يسمح له باشي راجع زوجته. على مدام القضية رهي مرفوع على مستوى المحكمة. باش ماذا بي كيتم الصلح الآن. قبل ما تجي جلسة الصلح القضائية طبقاً للمدى 49 من قانون 411 المعدل والمتمم. باش كيت وصلوا قدام القاضي. تقولوا يا سيد القاضي أحنا متصالحين. وهذه هي الرسالة التي نريد أن نوجيهها إلى جميع العائلات عند وقوع الطلق. تتدخل هذه العائلات قبل جلسة الصلح. طبقاً للمدى 56 وهو التحكيم العائل. العائل نعم دكتور. نمر إلى قضية فاطمة الزهراء من العاصمة. وتتعلق بالطلاق أيضاً. ونذكر بأرقام الهاتف قبل هذا. 021 39 43 43 021 37 42 87. فاطمة الزهراء من العاصمة تقول دكتور سعيد طلقني زوجي لفظاً في جوان 2022. الأسبوع الأول رفع دعوة طلاق في نوفمبر 2022. حُددت جلسة الصلح في 21 ديسمبر دكتور من نفس السنة. تدخلت العائلتان فتصالحنا يوم 8 ديسمبر يعني الأسبوع الماضي دكتور سعيد. ما شاء الله؟ يعني تقول ما مآل هذا الزواج دكتور؟ ممتاز. أحداث؟ متسلسلة. متسلسلة. نعم. ركزي معي يا فاطمة الزهراء طلقك زوجك لفظاً في جوان 2022. كي قالك أنت طالق أنت طالق. يبدأ في حساب العدة من هذك نهار اللي يطلقك زوجك. نعود إلى فاطمة الزهراء. دكتور نأخذ قضية من خلال برنامج وصلح وخير. صالح من ولاية البوليدة. السلام عليكم. السلام عليكم صالح. بويرة. بويرة. ما عليش ولاية البوليدة. عفواً صالح. ممكن تلقص التلفزيون بيش نسمعوك من تلفون. تفضل صالح من البوليدة. تفضل صالح. جدي خلى قطع أراضي. قطع أراضي يعني كثيرة. جدو. جدك خلى قطع أراضي صالح هكذا. نعم. قطع أراضي. قول لها وليها بيو عمام باتو. وكيني عماماتي. جدك شخال أراضي. جدك شخال أراضي. كل واحد يخن فيه قطع. يعني واحد أقرس هكذا. واحد ابن فيها واحد كذا. وبعد جوني الوزاد. قالوا نحن نقسمون لي هي مقروسة. وهي كيفية. برزاقة في جافة. صالح. شحل خلى جدك من. يعني كيفية بابل الشرعين. من دار الله بشرع كذا. صالح. وش خلى جدك. خلى أراضي. خلى أراضي. وبيبك وعماتك. ويحبوا يقصوا. اللي يحبوا يقصوا. اللي هي ما بخدهمها. طيب صالح. شكونوا هم الورطة. ليخلهم جدك اللي يرحموا. كيني عماماتي 6 وعمامي 4. عماماتك 6 الله يبرك وعمامك 4. بما فيهم بابك. عمامك 4 بما فيهم بابك صالح. طيب. المسألة واضحة صالح. نحن في الخدمة. شكرا. نعم حيات. أمين. السلام عليكم. السلام عليكم أمين. أمين من أين من فضلك؟ من كريسة أختي. من العاصمة. مرحبا. أختي. والله الحمد لله. العام أمين. عندي شيخ بابك لا يرحمه. لا يرحمه. سلف لي قبل أن يموت سلف لي ضرعا. سلف لي 11 مئة. ليوني بتعمية. نعم. كانت عنده حدورة وفاق العياد. سلفهم لي. وفي عام أمين. وفي عام أمين. وفي عام أصبتهم دونك. نعم. قبل أن يعجز كيف حكمتها. كيف حكمتها؟ قبل أن يجب أن يكونوا ميد. لا يوجد لديم شهرين. أربي يرحمه. برحمته الواسعة. واضح. واضح سؤالك أمين. نحن في الخدمة في برنامج السلح وخير نعود إلى فاطمة الزهراء دكتور نعم نعود إليه الحدث الأول أن فاطمة الزهراء طلق زوجها لفظا في جوان 2022 يا فاطمة الزهراء من هذا النهار الذي طلقك يبدأ في حساب العدة ربي قال وأحصل عدة واضح نعم طيب بعد قلتي رفع دعوة الطلق في نوفمبر 2020 نحصبي معايا في نفس السنة إذا كيف الأسبوع الأول صار الطلق نتعجوان شهر جويلية بعد أوت بعد سبتمبر معنا فاتت العدة يعني درت هكذا قصدا باش تفهمي بالعدة انتعك انتهت بمجرد انتهاء العدة انتعك الطلق أصبح بائنا بينونة صغرى لو كان راجعك يا فاطمة يا فاطمة الزهراء قبل ما تنتهي العدة مثلا في نهاية جوان مثلا في شهر جويلية يقول لك كلمة واحدة راجعتك خلاص هذه من أحكام الطلق الرجعي الرجع تكون صحيحة عادي بلا عقد ولا مهر جديدين ولكن زوجك راح حتى نوفمبر ما راجعكش وزد رفع دعوة طلاق نقول لك إذن أصبح الطلاق الآن بائنا بينونة صغرى ركزي معايا جات جلسة الصلح قلتي محددة قضائيا يوم 21 ديسمبر يعني سمال الجاية الأسبوع القادم ولكن قلت أن واحدة لكلمة حلوة تدخلت العائلتان وهذا الذي نريد هذا هو المقصد الأساس انتاع حلقة اليوم وليد نبهت له من خلال حلقة نعم حكما من أهليه وحكما من أهليها 8 ديسمبر ليفت معنا الأسبوع الماضي ممتاز أقل من أسبوع 13 ديسمبر اليوم أقل من أسبوع ممتاز نقول للعائلتين أعطيكم الصحة وبرك الله فيكم ما كنتوش تتفرجوا ما كنتوش دي سبيكتاتور كان لي تفرجوا الآن مباراية كرة القدم نعم يتفرجوا نعم وكان لي رأوا في الميدان وكان عائلات كثيرة همهم يتفرجوا فقط فقط لماذا دكتور؟ كل واحد يقول خاطيني روح المسؤولية حينما تموت كلياً أو جزئياً تولي هذه الظاهرة تستشري في المجتمع نقول لعائلتين كعائلاً تاك وعائلاً تاعو تعزوجك مطلقاً تاك بارك الله فيكم بدلل تم الصلح في ثمانية دي سامبر وجلسة الصلح القانونية تبقى المدى تصور بينكم سمانة الجاية هنا نقول لكم باللي لازم يديروا حاجة أخرى مهمة أنه لازم المطلق انتاعك يقرأ عليك الفاتحة من جديد هذا هو باش تفريوها بالنسبة للشريعة الإسلامية لازم المطلق انتاعك يقرأ الفاتحة من جديد بفاتحة جديدة وعقد جديد أما العقد المدني لك ما تخافوش عليه مدام مصدرش حكم الطلاق نعم النهار 21 اسمانة الجاية تروحوا للقاضي تقول بلي الحمد لله تدخلت العائلتان وفراوها وتصالحنا وزيد قرأ علي الفاتحة مع انتاقرة الفاتحة كل شيء تمام والقاضي يدير محضر الصلح طبق المدى 49 وبهذه الطريقة فريتوها مع عربي مع شرعربي وفريتوها مع القانون الجزائري أمبروك عليكم نعم بارك الله فيك دكتور هذا بالنسبة لفاتمة الزهراء ومحمد فيه اتصال من ولاية سكيكدا براهيمي من ولاية سكيكدا سلام عليكم سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا بك خويا تفضل إذا كان عندك مشكلة نحن نستمع إليك تفضل عندي سؤال فيما يخبر ترقيع الصلاة ترقيع الصلاة لما انت ترقيع الحياة الزوجية معلش نعم تفضل 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 أختي الكريمة أنا ما تطلقش نهار كامل واليوم يسمى هذه في عيد تفضل عيد ضريط خبام عيد عيد ما قدرتش تصلي ما صليتش يعني الظهر والعصر والمغرب والعشر وكيفش كعيد صفيما صليتش هاد صلاوات صليت غير الصلاوات صليت الصبح صليت الصبح والفجر صليت كمل نعم فيما يخص باقي الأوقات ما صليتش عيد ارجتش الله غالب ربي ويعمل طيب قضيتهم بعد براهيمي يوم غدوة صليت الصبح وروف لك تسكيك في نهار هذيك مولا الخدم نحبش يطلقني بس الوحدة نصلي طيب هذا السؤال واضح واضح يكفي فهمنا السؤال فهمنا سؤالك وقضيتك إبراهيمي من ولاية سكيك نأخذ اتصال آخر عمر من العاصمة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا بك أخي الكريم تفضل إذا كان عندكم مشكلة الأقطيع في المسألة دج مسألة دج مسألتك تفضل أنا رحل مسألة على الميارات مسألة مسألة ميارات الله يرحمه كان يقدم ويمدش على ريال في البابة ومعدة طوف البابة أبي يرحمه الله يرحمه وكان عندهم قطعة أرض بناء بناء فيها قطعة أرض هذه فيها 500 مترا أبناء فيها أبناء الأهل الجدي خلالها 14 مابر وقد عدت أرض أخرى طيب وبابة عنده زوج خياته يعني زوج بنات دعو أبناء فيها الزوج من أبناء قطعة اذش فوقاني أبناء فيها أبناء فيها أيضا أبناء فيها لكياته قالوا أبناء فيها ندو طراب يدو تراب ونزيد من الدو وندو معك في البنية طيب ويدو كتر من القبل وكين غير بابك ما عندكش عمامك ما عنديش ما عنديش هراء باب طيب نعم واصل وأيضا عندي تلك مسألة تأكيد والصابة المسألة الثانية خمسة ما أتكو حاجة ما تجوش بالله كيمة الوالد كين وليد خالتها جا خمس معا وليد خالته وليد خالت الوالدة تأك خمس معاها هل يجوش أم لا طيب بعد وفاة الوالدة وهي رايب العيدة وهي رايب العيدة وفيك بركة وفيك بركة عمر من العاصمة نحن في الخدمة والبرنامج دائما يخضب الأسرة والمجتمع دكتور فيه العديد من القضايا في ترتيب الوقت ربما للرد على هذه القضايا نبدأ بأم ياسر من البوليدة دكتور سعيد نعم يا أم ياسر أنتي هو جدك توفا توفا وخلا 500 متر مربع وهو مات منذ 41 سنة نعم والقطع الطرابي المبنية هي 250 متر مربع إلى أخيره عندك باباك وعندك عماتان إلى أخيره تقالوا روح بنيف طراب كل هذه الأمور كلها تحل بحل واحد ما هو فيه وقت تقول حياة سعيد نخضر خديجة من العاصمة طبعا فيه وقت نعم إذن نأخذ نعم اتصال من العاصمة خديجة سلام عليكم خديجة خديجة السلام الله وبركاته مرحبا بك خديجة واشنه المشكلة تاعد خديجة سلام عليكم خديجة أنا نسمع وفيك خديجة تفضلي تفضلي أعلم أنا نسمع وفيك خديجة تفضلي وعليكم سلام وبركاته تفضلي أعلم تفضلي خديجة أنا نسمع وفيك أعلم أنا نسمع وفيك خديجة شوفي في الشاشة. أنا خلاص رحت المكالمة. طيب شكرا سعيد. إذن أم يسر من البوليدة. بالنسبة لهذه قطعة الأضر. أم يسر. الفارضة الشرعية كما تجدك في ذلك الوقت الذي مات فيه. لأن الميراث يعود إلى ذلك الوقت. ليس الآن. ذلك الوقت. خلق 500 مترى نصف الطراب. مبني. ونصف الآخر ما هوش مبني. لازم بإحدى الطريقتين. يائما بالتوافق باش تقسم على الأب انتاعك. اللي هو الإبن بالنسبة لجد. والبنتان اللي هما العمتان. يعني مناصفة لأن رب قال للذكري مثل حظ الأنثيين. يوصيكم الله في أولادكم للذكري مثل حظ الأنثيين. مثل حظ الأنثيين. بابك يعدي الزوج بنات. هذا مكان. الأصل عندهم الحقباشي قسموا الطراب المبني يعني البناية على اثنين. وكذلك القطع الطرابي على اثنين. هذه طريقة. والطريقة الثانية يكون فيه تخارج. تخارج. يعني مثلا أبوكي يأخذ القطع المبنية القطع المبنية يعني مئتين وخمسين متر مربع ومئتين وخمسين تأول إلى البيتين. يعني العمات تنسوعك. هذه طريقة أخرى. وكان طريقة ثالثة أنه يقسموا هذا الطراب مئتين وخمسين. هذا غير المبني يقسموا على أثنين. نص البابك ونص العماماتك. والبنيان أيضا يقسم على أثنين. وكان طريقة رابعة أنه بابك يدي المبنى يعني السكن وما يديه المحلات وللمرائب لقاراج المرائب والقطعة غير المبنية تقسم على أثنين. وكان طرق أخرى للتخارج. إذا ما قدروا شيء يتفهموا بيناتهم سهلا. دعوة خبير يحضار خبير إكسبير خبير هو اللي يعطي لهم مشاريع القسمة ونعطي لك حل آخر إلا ما كانش الخبير ولا ما حبيتوش خبير شوفوا أي رجل صلح يفهم هذا الموضوع أنت على المواريث وأنت على العقارات يعني يعاونكم في إيجاد الحل الودي لهذه المسألة. أما ذكتاع الشهرية وكذا ما في حتى إشكال. واحد في حياته يمد شهرية أنت علم الحب وهي لا تؤثر في الميراث هذا مد البابة الشهرية عادي يزال الله خيرا أنت ومالوك لأبيك ما وش الآن بعد ما وفت يقول لأنا كنت مدله شهرية مدله شهرية دعوة الخير هذا خطأ وعنده حسانة نعم لا يمكن يعني اعتماد على هذه الشهرية اللي يمدها هذا الهذا باش يستغلها بعد ذلك باش يأخذ مركز قانوني معين أو زيادة في الميراث لا بارك الله وفيك دكتور شكرا وفي عدة حلول بالنسبة لقضية أم ياسر من البوليدة كما تفضلت لمسان دكتور بالنسبة لمحمد تجربته في التحاكم اللي قال كانت عندي تجربة في القضاء أخي محمد أولا شكرا أنك سمعتنا تجربتك وفعلا أنت حينما قلت للقاضي في الحقيقة ذكرته نعم لماذا؟ لأن المد 56 من قانون 84 وهو قانون الأسرة تنص على الآتي يجب تعيين حكمين من باب الوجوب يعني القاضي لازم يدير هذا ولكن قلت قبل حين للأسف هذه المادة لم تفعل كثيرا في الجزائر بل في كثير من البلدان وأصلها نص قرآن اسمعنا لهي المادة 35 من صورة النساء وانت شكرا لك يا أخي ذكرت القاضي واقتنع القاضي ولكن بعد ذلك الزوجة رفضت كونها رفضت تعسفت هذا وش نقول نعم تعسفت للأسف للأسف أنت شكرا لك لأنك تريد التحكيم أعطيت فرصة باش تتصالحه هي رافضة مدم هي رافضة معنا منعت حكما من أهليها باش يجي نعم فبالتالي أنت عندك أجر عند ربي سبحانه ولا شك أن ضميرك مرتاح الآن ضميرك مرتاح ونحن نتمنى أن هذه التغنانة مش مليح المشحنات لا من الزوجة لا من الزوجة مش مليح أعطيه فرص من أجل الإصلاح نعم إلى ما كان إن شاء الله غالب بعد استنفاذ جميع الوسائل والطلاق آخر الحلول دائما نقول كما المقص في يد الطبيب الطبيب لا يلجأ إلى المقص باش يدير عملي جراحية إلا إذا لم تسعفه جميع الحلول ذروا أمثم قصتين دقفوس طبيب وإلى قارن أذ حارن باش أذفرون أوهاربي أذمقل إن كان ثفرة في جارسن أوينيز مرنيث العراض أدي جريمانيس باشاست دوكورث وشولت أدي جريمانيس من العاصمة أميرة في مكالمة ولسنا ندري إذا نستطيع أن نتكيف مع جميعاته في مكالمة من ميلا أميرة نأخذها نعم مونة من ميلا السلام عليكم وعليكم السلام مساء الخير خطي مساء الخير مونة من فضلك رجاء وليس أمر أنا إذا قدرتي تختصري باش يجاوبكم جميعا دكتور سؤالي صغير سؤالي بس صغير طيب تفضلي تفضلي مونة شريط قناش وديت الخياطة خيطة هولي طيب هاكي خيطة هولي جاءت الخياطة فاسدة حزيتو أنا وديتو الخياطات اللي نديها تقولي الخياطة فاسدة طيب هذيك الخياطة طلبت 860 وانا وانا أعطيتها مياه أعطيتها مياه ومعطيتها 60 بحضن الخياطات فاسدة هل أعتبرت لي تليس لها حقها وانا ما تليسوش واضح مونة واضح واضح مونة شكرا مونة تبعي البرنامج حتى نهاية الحلقة باش يجاوبك الدكتور على هذه القضية أميرة اللي قلت قضية دخلت الوالد اللي ما عندهاش دراري دكتور سعيد وما عندهاش ميراثها من يريثها إلا يقولوا إلى أبناء العم أبناء العم ما وش البنات ما قلتش أولاد لا أبناء العم أما الباقي أولاد الأخوات الشقيقات ذكور وإناثة من ذوي الأرحم لكان خواتات انتها ما ما تشقبلها هم اللي يورثوها ولكن انت قلت يا أميرة أن خواتتها انت خلت بابك ما تقبلها خلوا أولادهم أولادهم ما يورثوهاش هم من ذوي الأرحم اللي يورثوها هم أبناء الأعمام أو أبناء العم الزكور فقط أما بنات الأعمام ما يورثوش اتفقنا هذه هي الفريضة طبقا للشريعة والقانون نعم وهي واضحة دكتور سعيد صالح من البوليدة اللي قال جدو خلا قطع أراضي دكتور سعيد تفضل ميوخ 50 اكتار ميوخ 50 اكتار نعم البوليدة نعم اللي يخلى الورطة ست أبناء وربعة ست بنات بنات وأربعة أولاد بما فيهم الوالد وأربعة أبناء أربعة أو أبناء بما فيه والد صالح نعم من البوليدة نعم قعوش خلا جدك ياسي صالح نقسموها على أربعة عشر طبقا لقوله تعالى للذك يا رميث وحظ الأنثين واثنين واثنين حتى ربعة أبناء مضربة فيثين يساوي ثمانية زائد ست بنات يساوي أربعة عشر يعني نخذه 150 هكتار نقسموها على أربعة عشر أم بعد الناتج هو قيمة السهم الواحد كل ذكر مضرب في اثنين ذلك السهم مضرب في اثنين أما كل أنثى ذلك السهم مضرب في واحد كل ما تركه جدك يقسم على أربعة عشر أم بعد عندهم حق التخارج زمرناد المسوفاغا التخارج هذه هي الفريضة ولا أزيد واضحة دكتور أمين من العاصمة لي توفى الوالد وكان سلف له مليون وتسعمية دكتور وقالك عنده شهر لي توفى ما زال ما رجعش هذا الدين ماذا يفعل؟ هذا الدين يا أمين بباك الله يرحمه هذا الدين يدخل في الميراث يعني كي تجتمع مع أخاوتك تقول لهم بالليبابة سلفني أقراضني مليون وتسعمية أرفض مليون وتسعمية أعطي لهم دخلوا في الدكس باش كي تقسموا تاريكا يدخل هذا المبلغ ولو كان بسيطاً لا يهم كل شي يدخل في الميراث ويتقسم على الورثة بما فيهم أنت اتفقنا؟ نعم إلا ما عندك ش مليون وتسعمية عادي إذا بابك تخليه مثالين خمسين مليون أنت ينقسو لك مليون وتسعمية بلا ما تقدموا له بدل مثلاً يعطيو لك عشر ملايين ما يمدو لك عشر ملايين ينقسو لك من عشر ملايين مليون وتسعمية هذا كدين لازم يتسدد لماذا؟ لأن الكلمة اللي كانت بينك وبين بابك ما شهيبا ما أعطى لك شهيبا لا سلف قرض والقرض يسدد ومن حق الورثة يعرف طبعاً لازم أعتك من صحة نجات لازم الورثة نعم لازم الورثة ربي يهدينا ويهديكم لازم واحد ما يخبيش يلو كان ثمن ملايين إن شاء الله إذا أعطى لك ألفين فراك سبحان الله دكتور عشرين دينار قال لك قرض 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 نعم إذا كان أعطى لك قلم قال لك هذا ما هوش تمليك ما هوش هيبا سلفتولك لازم ترفض القلم وتوريه تقول بابا سلفلي إذا كان خوتك الورثة كامل خلق تسمحوا الله يعينك مبروك عليك ولكن الآن الخلفاء هم الورثة لا نستهين ما يجبش وحد يخبي أن ينقل على حاجة خفيفة وكان لي يخبي ملايين لي بابا سلفلوا مئتين مليون وما يقول هاش أربي يهدينا ويهديهم إذن هذا هو يا أمين أنت اسمك اسم على مسمعتك صحة أنت أمين شكرا لك إذا سمحوا لك خوتك الورثة مبروك عليك إذا ما سمحوا لك خرج هذاك مليون وتسعمية قلهم هذه الدين ليسلي بابا مبارك الله فيك يا أمين دكتور إبراهيمي منسكي كده المسألة تتعلق فيه ماذا في وقت بترقيع ماذا نفعل لهؤلاء دكتور يشاهدونك في هل سألوا ويسألون في الصلح خير يعني نتمنى يا أخوتي الله يحفظكم نعم أن الأسئلة الفقهية التي تجي لها اللي سألوا نفس الصلح غير المشاكل غير المشاكل مشاكل مرحبا بها نتعاون ونلقوا الحلول نتعاون ربقل وتعاون على البرل والتقوى ولكن معلش نعرض نفس الصلح يلا نجاوبه سيبراهيمي قل لك مقدش نصلي أنت ما صليتش كان تعبان نعم تعب يا سيبراهيمي وأعاد الكرة مرة أخرى في اليوم الموالي ماشي مليح هكذا يا سيبراهيمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي تغرم تقضى هذه الصلوات اللي ما صلتهاش الظهر العاصر المغرب العيشاء تصليهم هذا مكان وزد مرة أخرى أيضا ما صلتهمش ذمتك مشغولة بهذه الصلوات لازم تقضيها يا إبراهيمي أربي تقبل منك وأحرص على أداء الصلوات في وقتها ربي قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وإذا كان كما قلت عييت وغفلت على بعض الصلوات لازم تقضيها في أول فرصة نعم دكتور نبدو أن سؤال كان يتعلق بعنوان هذه الحلقة بنسبة لي هل سألوا تحدثوا معني الضم مع عبد المنع شكرا معنا وطعتنا نديلوها إن شاء الله نحن في الخدمة على كل حال في برنامج السلحوخي دكتور عمر من العاصمة في مسألة الأولى تتعلق بالميرات ومسألة أخرى دكتور بالنسبة لعمر من العاصمة كم بقي من الوقت سعيد من فضلك ثلاث دقائق شكرا نها سيا عمر نعم أولا هذا الشهر نفس التعليق نفس الشيء قطعت الأرض هذه خمسمائة متر وبعدين باباك وزوج وبنتان هكذا نعم يعني خلاء يعني خلاء ابن وبنتان 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 نعم في قطل قلي غير بابا وحده وخلاء زوجبنات نعم أيضا كيف كيف تفيدين بابا المناصفة كيف من مسألة عقبيلة يعني باباك وحده يقابل زوجبنات زوجخواتاته يعني كل شيء تقسم على اثنين اثنين لتكريم تحب الأنتين النصف للباباك والنصف الثاني للأخوات ولكن إذا كان عندهم حق عندهم حق باش يتفوضوا يتشاوروا كما قلت الأخوات يخذوا طراب وكذا أماذا كباش يقولوا يخذوا في طراب ويخذوا في البناء وكذا لا مش هكا يلما يكون بناتهم اتفاق باش يطبقوا هذه الآية القرآنية وإلا يستعنوا بكاش إيمام ولا رجل صلح وإلا يروحوا الخبير نعم لزيكس بير هم يعرفوا هذا الشيء باش يطبقوا الفريضة كما قلت هالك لذيك يريميثل حظ الأنثيين نعم أما موضوع المصفحة ما كانش حرجاء أخي مونة من بنسبتي الخياطة هذه 160 ألف نعم أنت قلت هي فسدة تنفروض خلص هذا كله ما عنداش حق تاخذ 160 ألف نعم لماذا لأن الخياطة فاسدة أنت دي تلقماش باش تخيط لك اللبسة لي تلبسيها ماشي تخيط لك اللبسة لي ما تلبسيهاش إذن هذا صار النزاع يا ما تتفهم هذه الطريقة وليكون حاكم بيناتكم هو الذي يحدد باش كل واحد يأخذ حقه والسلام بارك لاو فيك دكتور شكرا على الرأي السديد ورشيد لفضيلة الدكتور سعيد بوزري في برنامجي والصلح خير نلتقي بكم خلال الأسبوع المقبل بحول الله تعالى استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر